ينضم إلينا من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكوتي أهلا بك رائد يعني طبعا الخبر الأبرز الذي تزرقبه جميع الأسواق هو المحضر الفدرالي أو ربما البيان الذي سيقوم بإلقائه جيرون باول لاحقا اليوم أول شيء على شو بدنا نخلي عيننا أو دينتنا يمكن بهذا البيان حقيقة مايا نحن عم ننظر أو ننتظر قرار الفدرالي الأمريكي خلال تعاملات اليوم نحن ما عم نطلع على إمكانية رفع سعار الفائدة خلال هذا الاجتماع هذا أمر واضح ولكن ننتظر أنه هل سيتم التلميح عن أول رفعة في شهر مارس هذا سوف يكون تأثير كبير جدا على الأسواق لا نتوقع أن يكون هناك أي تعديلات على التقليص إضافي في برنامج شراء السندات يعني نحن التوقعات سينية عدل 94.5% أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة في شهر مارس نحن هذا هو الأبرز حقيقة وخصوصا أن الفدرالي الأمريكي متأخر حقيقة في عملية تجديد سياسة نقدية فبالتالي تدارك هذا الأمر برفع في شهر مارس أعتقد سيكون أولا سيسبب ربما تراجعات في أسواق الأسهم ولكن لن يسبب ضغط كبير على الأسواق لأن التأخر سوف يؤثر في تراجعات أكثر حدة على الأسواق الأمريكية في النصف الثاني من العام إذا ما بدأ في تجديد سياسة نقدية لأن التضخم سيكون مشكلة أكبر وضغط أكبر على الأسواق بالتالي التأخير سوف لن يكون إيجابي أبدا للفدرالي الأمريكي السرعة في إنجاز أول رفعة ويعني أول رفعة نحن نتحدث أن الفدرالي الأمريكي إذا رفع هذه الرفعة ليس مضطر أن يكون هناك رفعات أقرب وبالتالي سوف ينظر إلى الأحداث كيف تتغير في الأسواق وكيف يتفاعل التضخم مع هذا الرفع بالنسبة لهذه الرفعة التي نتحدث عنها المرتقبة في شهر مارس الآن بدأنا نسمع أحاديث تذهب في اتجاه 50 نقطة أساس يعني نصف نقطة مئوية مش 25 نقطة أساس وأيضا رأينا حديث في اتجاه ثمانية رفعات خلال هذه السنة وكل واحد منهم ربع نقطة مئوية كل واحد منهم 25 نقطة أساس يعني هناك اختلاف واضح في التوجه الأول الذي كنا نسمعه من الفدرالي والآن التصريحات من قبل الكثير من المحللين أيضا بعضهم مقرب إلى الفدرالي شو عم بيجربوا يعملوا عم بيقولوا يشوفوا سوبدة أو شو اللي ممكن يسير بعدين يعني أعتقد أنه إلنا بالتاريخ نعود مجددا 2016 عندما كان بدأ بتشديد سياسة نفتية وبدأ الحديث عمليات رفع أسعار الفائدة عندما تم عملية رفع أسعار الفائدة إكتما بقراء أكثر واضح بخطواته أنه يتجه إلى الجراجو الحيالي انه رفع تدريجي متماشي مع النمو وكان هناك قراءات مرتبطة كان هناك ينظر في العمل الآن الوضع مختلف ينظر إلى مستويات تضخم وفي نفس الوقت احتواء التعافي الاقتصادي خصوصا التعافي الاقتصادي خصوصا أن عملية تقليص أسعار الفائدة كانت مفاجئة بنتيجة البانداميك أو بنتيجة كورونا وبالتالي عملية التخارج كانت أصلا في عملية رفع لأسعار الفائدة قبل الأزمة كورونا أو قبل الجائحة العملية مختلفة الآن هو مضطر أن يعود بأسعار الفائدة السريعة لانتصاص التعافي الذي تم تحقيقه من خلال السياسة التحقيقية وفي نقطة ثانية هي حتى لا يتمادى التضخم بالرفاعات ويصبح عاجز يصبح 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 عاج تحدث جيرون باول وهذا الحديث سيكون مميزا دائما نترقب بعض الكلمات يعني تغيير كلمة من دوفيج إلى هوكش كنظرة للاقتصاد الأمريكي أو كنظرة للتعامل الفدرالي مع الاقتصاد الأمريكي ما هي الكلمة التي سنبحث عنها في تصريحه اليوم في كلمته اليوم أعتقد التأكيد على الإنفليشن يكون مثلا يعني محط أنظار الفدرالي أو التركيز أكثر عليهم ومتابعة بياناته وفي نفس الوقت الحديث عن لهجة الدودية في السياسة النقبية أي ضرورة ترفع مستويات الفائدة بخلال الفترة القادمة وأن تكون مستويات الفائدة أعلى خلال تعاملات هذا العام أعتقد من الصعب جدا أن نكون في عنا رفعة في 50 نقطة أساس وصعب جدا أن يكون هناك ثماني رفعات بالتالي ممكن أن نكون في عنا رفعة واحدة بخمسين والباقي بخمسة وعشرين لثلاث رفعات هذا العام شكرا إلى رأض الخضر الرئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكوتي كنت معنا من دبي أهلا بك ترجمة نانسي قنقر